قام الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي يرافقه عدد من قادة القوات المسلحة بزيارة المصابين في حادث اوتوبيس الشروق والذين يغضعون حاليا لتلقي العلاق بالمركز الطبي العالمي واطمأن القائد العام على تطور الحالة الصحية للمصابين وتقديم اوجه الرعاية الصحية لهم متمنيا لهم الشفاء العاجل واعطى اوامره بتسخير كافة الامكانات الطبية والعلاجية المتوفرة بالمركز لرعاية المصابين وباشرف نخبة من الخبراء والاطباء المتخصصين مؤكدا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بابناء الشعب المصري العظيم شاش الارض من هنا طلن طورت الدوسو عليها بنا ديك الصحر بنا ديك الصحر طلن بسلام ربما شعب شكريل شكريل فكرة الناس هنا مش معصرين يعانا في حاجة شكريل 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 المصابون عن اعتزازهم بهذه الزيارة وقدموا الشكر للقوات المسلحة على ما لمسوه من رعاية واهتمام داخل المركز الطبي العالمي شكريل 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 شكريل